الكتاب الذي بين يديه هو رجال الكشي الطبعة التي قرأت عليكم منها فيما سبق صفحة 236 رقم الحديث 429 عن سدير إنه سدير الصيرفي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم من أصحاب الباقر وصادق سدير يقول دخلت على أبي جعفر على إمامنا الباقر ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معهم هذه الأسماء أسماء شخصيات كانت معروفة بالمعارضة السياسية لخلفاء عصرهم وهؤلاء هم الذين كونوا الفرقة الزيدية التي عرفت في كتب الفرق والمقالات بالفرقة البترية عرفت بالفرقة البترية بضم الباقر وهو تحريف للبترية هم سموا في بادئ الأمر بالبترية لأنهم بتروا أمر فاطمة لكنهم بعد ذلك حرفوها فقالوا البترية وكأنهم هم الذين بتروا هذا تعريف البترية هذا الاسم مذكور في كتب الفرق والمقالات لكنه في الأصل البترية أقرأ الخبر سدير يقول دخلت على أبي جعفر ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معهم وعند أبي جعفر عند الإمام الباقر أخوه زيد بن علي إنه زيد الشهيد فقالوا هؤلاء من هم سلمة بن كهيل والذين معه فقالوا لأبي جعفر نتولى علي وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم قال نعم يعني هذا هو الأمر الصحيح هؤلاء يقولون للباقر نتولى علي وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم قال نعم والإمام ما أضاف على نعم لأنه ينتظر منهم كلاما آخر لا زالوا مستمرين في حديثهم قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم قال فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم أتتبرؤون من فاطمة أنتم تقولون من أننا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم أعداء أبي بكر وعمر العنوان الأول فاطمة فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم أتتبرؤون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ سموا البترية فهذا عنوان البترية ليس خاصا بهؤلاء هذا عنوان قرآني هؤلاء لأنهم بتروا أمر فاطمة عقائديا قال لهم زيد من أنكم قد نهجتم المنهج الأبتر أقرأ أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم ودقق النظر فيها هذا الإسم ليس إسما خاصا بفرقة زيدية هؤلاء سموا بهذا الإسم لأنهم من أتباع هذا المنهج فأصحاب العمائم هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات وعلى الإنترنت ويقولون لكم من أن الأحاديث التي تقول عن أن الفقهاء البتريين الذين سيخرجون على الإمام من النجف هؤلاء من الزيدية هذا هراء هذا عدم فهم أو تتجيل والأمران معا فأصحاب العمائم في الأعم الأغلب لا يفقهون حديث أهل البيت ثولان ثيران أغبياء هذا هو الوصف الأعم الأغلب لا أقول هذا بسبب حالة نفسية معينة أنا قد سبرتهم وخبرتهم وأعرفهم كتبهم موجودة وأحاديثهم موجودة وهم يسمعون الآن وأحاديثهم عن الإمام الحجة موجودة على الإنترنت ما فيها شيء صحيح كلامهم خرط بخرط خصوصا الذين يدافعون عن مرجعيات النجف وتحديدا عن مرجعية السستاني حجيهم خرط أبخرط أبخرط وعلى عينك يا تاج هذه أحاديث قناة القمر وتلك أحاديثهم وقارنوا بين هذه الأحاديث عندكم عقول وعندكم آذان تسمع وقارنوا بين شرح الأحاديث وبيانها وتفصيلها على شاشة القمر وبين حديث أولئك الذين ينتسبون إلى مرجعية النجف قارنوا بين الاثنين أقرأوا الرواية مرة أخرى عليكم كي تكون الصورة واضحة سدير يقول دخلت على أبي جعفر ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسلم ابن أبي حفصة وكثير النواء والبعض يقرأه كثير النواء وكثير النواء وجماعة معهم وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي فقالوا لأبي جعفر هؤلاء المجموعة الذين جاءوا مع سدير سدير شيعي لكن هؤلاء ما هم بشيعة هؤلاء يترددون بين آل محمد وبين السقيفة وواضح هذا من كلامهم فقالوا لأبي جعفر نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم قال نعم هذا حسن قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم قال سدير فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم أتتبرأون من فاطمة أنتم تقولون نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم العدو الأول لهم فاطمة أتتبرأون من فاطمة بترتم أمرنا هذا المعنى ينطبق على مراجع النجف الذين إلى يومك هذا يقولون من أن فاطمة لم تقتل ومن أن القوم ما قتلوها ومن أن هذا الأمر لم يثبت عندنا ويبرؤون قتلة فاطمة أليس هذا الكلام هو هو هؤلاء هم بترية النجا وهؤلاء موجودون على طول الخاط منذ أن تأسست هذه الحوزة البترية الضالة السفيهة المشؤومة منذ سنة 448 لو أن زيد بن علي موجود مع هؤلاء لقال لهم نفس الكلام أليس هو هذا الذي يجري يا أصحاب العمائم يا كلاوشي مو هو هذا الموجود في بيوت المراجع وفي كتبهم وفي أحاديثكم يا سفلة يا كلاوشية لماذا لا تنطقون بالحق؟ قال لهم أتتبرؤون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ فيومئذن سموا البترية وليسوا البترية بعد ذلك هم حرفوها فقيل لهم البترية وإلى الآن حينما يذكرون في كتب المقالات والفرق والسير والتاريخ يقال لهم البترية إنهم البترية وليسوا البترية هؤلاء وصفوا بهذا الوصف لأنهم من أتباع المنهج الأبتر وهذا العنوان ليس خاصا بهؤلاء مثل ما يقال لكم ويضحك عليكم الأباترة موجودون على طول الخاط الذين بتروا العترة عن الكتاب هؤلاء هم الأباترة هم البتريون الذين بتروا إمامة فاطمة هؤلاء هم البترية الذين بتروا عقيدة البراءة وبرأوا قتلة فاطمة من قتلها هؤلاء هم البترية الذين بتروا مضمون بيعة الغدير عن شكلها تمسكوا بشكل البيعة وبتروا مضمونها هؤلاء هم البترية الذين خاطبهم صاحب الزمان وقال لهم مذجنح كثير منكم وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة في وقت الرسالة أربعمية وعشرة للهجرة في بغداد مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم بتروه نبذوه بتروه رموا به بعيدا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه العناوين تنطبق على الوهابية أم أنها تنطبق على مراجع النجف من الماضين ومن الحاضرين حكموا وجدانكم يا أصحاب العمائم يا أيها الكذابون المدلسون حكموا وجدانكم هذه العناوين تنطبق على الوهابية أم أنها تنطبق على مراجع النجف تماما انطباق بدرجة مئة بالمئة هذا هو الواقع الموجود فيما بيننا لماذا لا تعترفون به ولماذا لا تسعون إلى تصحيحه لماذا لا نسعى إلى إصلاحه لماذا تريدون أن يبقى هذا الواقع على حاله حفاظا على أموال سرقتموها باسم صاحب الزمان رغبة في البقاء في منزلة الناس تقدسكم على أساسها وأنتم قد استحمرتم الناس ما قيمة تقديسي حمير من البشر لكم ما أنتم جعلتم هؤلاء حميرا ما قيمة تقديس الحمير لكم لأجل أن تستمر المرجعية في أبنائكم أو في أصهاركم هو هذا الذي تبحثون عنه ما قيمة كل هذا وبإمكانكم أن تفعلوا ذلك ولكن في ضمني منهج صحيح فلماذا لا يكون هناك سعي لهذا التصحيح لكنني أعود وأقول أن أموال الحرام التي أكلتموها وأن العقائد الضالة التي رسختموها في أذهان الشيعة لن توفقوا بسببها ستبقون هكذا إلى أن تموتوا أنني أخاطب المراجع الكبار ستبقون هكذا إلى أن تموتوا ستبقون مسلوبي التوفيق إلى أن تموتوا لا توفق لكم هذا هو الذي أعتقده وكذبوني ولو بلغمة ترجمة نانسي قنقر